هذا الفيديو برعاية توصيل الفهود سأتكلم عنه في هذا الفيديو سأعطيكم السر في هذا السلاح من جد وهذا واحد من أفضل أسلحة ومن أفضل الشاتقن أساساً في اللعبة فخلينا نتكلم معكم بالتفصيل وأول أبتدي بالكلاس ستاب وطبعاً سلاح الشاتقن 2-5 بريشي سلاح سيمي أوتو يعني كما تطلق الـ R2 يطلقك للضربة واحدة فعليك تسوي R2 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 يطلق معك السلاح سريع هذا معنى السيمي أوتو فطبعاً أفضل أتاش ما تحسيت في هذا السلاح الليزر سايت واللونج بريل هذا شيء مهم جداً جداً في هذا السلاح صحيح أن الـ Gameplay مو حط الليزر سايت فيه بس كنت أجرب رابد فاير عليه ما حسيت أن رابد فاير فعال مثل الشاتقنات الثانية في الشاتقن هذا فأفضل معك تروح الليزر سايت أو تروح مع الـ Extended Mag لأنك راح يكون عندك 2 ضربة وتحتاجت ضربتين حق تقتل واحد من ضربتين إلى ثلاث على حسب الرينج بس أغلب الواحد راح تأخذ منك ضربتين لأن الشاتقن معنى الرينج في شيء خرافي بس من جد حقدر عمل السلاح والله حقدر عمل من جد تدخل في 2 ثلاثة والله تشيلهم إيزي حتى لو معاقلك يمجيك تشيلهم لأنك راح تضرب بالـ Heapfire وانت تحرك سريعاً فأفضل أتاش من زي ما قلتكم راح يكون الليزر سايت واللونج بريل في هذا السلاح فحين ننتقل معاكم إلى السكندري وراح نروح مع السكندري مع السلاح الـ XM-53 راح نروح مع الـ RPG الأولى XM-53 ألعب بالـ RPG السبب الأول إلى فريق اللي ضده جاب يو ايفي أو كونتور يو ايفي أقدر أشيلهم وأخذ نقاطه بسرعة إيزي بوينت يعني والسبب الثاني أقدر أقتل بهذا الـ RPG شيء متعة فيها تلعب شاتقن RPG والله هي عيال من جد خاصة إذا تدخل نيوكتون تدخل الرسبون تتوحك أخذ الـ RPG وملكت أفجرها في الأرض وتقتل معك واحد اثنين وانتما تري إذا أنت بتنتحر يعني إذا ما تبي تنتحر والـ M عندك ممتاز في الـ RPG شيء ثاني فمنجد الـ XM-53 شيء جبار راح يكون خيار ممتاز مع الـ 205 بريشي بس إذا ما عجبك الـ RPG تقدر تختار أي بستر ثاني وراح تكون الخيار لك يعني بس جرب الـ RPG وعطني رأيك في الـ comment تحت وصدقني يا عيال أني راح تحسون بمتعة كبيرة في هذا السلاح وحن راح نتقل معاكم نتكلم عن البركات طب عند البركات الممتازة في هذا السلاح راح نصح فيك تستخدم غوست كبداية أو غوست دائما لأن اللعبة كلها UAV وكاونتر UAV فراحك تتحرك وانت مرتاح في الماب تستخدم UAV بدون ما يشوفونك لأن إذا شفوك راح يسيدونك بسرعة وتتوحي البركات الثاني راح نستخدم سكايفينجر طبعا أغلب الناس تمشي مع الكوكيدرو أنا ما أنصح الكوكيدرو لأنك ما راح تتأيّن في السلاح كثير اللي تحتاجه ايمو لأن السلاح يخلص بسرعة بشكل كبير فإذا لعب فيه مرة مرتين تحس أنك تتوحق في الايمو أنصحك أنه تروح مع سكايفينجر راح يساعدك بشكل كبير حق ما تتوحق ولأنه ما منحتاج الامب داونسايد أو نصوب بسرعة فمنروح مع البرك الثالث يمديك وانتو تجري تضرب بسرعة أي واحد يطلع في وجهك راح يكون لك الأفضل أن تتقضي عليه وطبعا مع البرك الثالث أنصحك أن تستخدم بلاس سبراسر بلاس سبراسر يمديك تتحرك في الماب كل الجنب تسويه ما تبين في الخريطة ويمديك تتحرك في الباس اللي حقهم وتدخل في الماب وانت مرتاح فهذا الأشي أنا أحب ألعاب مخفي واللي يطلع قدامي أقضي عليها بسرعة بدون ما أتعب خاصة في التصويب السريع يعني ما نحتاج نصوب فمنحتاج الهيب فاير وعشان كده نروح مع القنهم وحين ننتقل إلى الخطوة الأخيرة في الكلاث ستاب ومن خطوة أخيرة مكان الأخير راح يكون عندك تكتيكال وليفل تختار بس شي واحد بالنسبة لي راح نروح مع الكونكاشن لعند الكونكاشن فهذا اللعبة من جد أول مرة أحس بلاك أوبس كامل جميع عزوك ان الكونكاشن بهذا القوة من جد الكونكاشن شي أساسي بالنسبة لي أهم من القرناد إذا أنت تحس الكونكاشن ما ترتاح لها تبي تروح مع القرناد شي راجع لك أو تروح مع سموك بس بالنسبة لي أفضل الكونكاشن أفضل شي تروح معه في هذا الخيار وكلها ستاب وثاني شي زي ما قلت لكم الكونكاشن والله او بي يعيان من جد او بي وحن راح تكلم معكم شباب عن السبيشاليس وأفضل اثنين حسيتم مرة ممتازين في هذا السلاح طبعا أفضل شي بالنسبة لي حسيت أن الأوفردرايف مرة ممتاز يمديك تتحرك في الماب بسرعة وإذا مثلا منتو تابع تلحق عليهم في نص العلام البي وهم يكبشرون أوفردرايف من شجرة حيكون خيارك الأول إذا ما عجبك الأوفردرايف ما ترتاح له أستحك أن نستخدم انيوليتر أو بنت صيني اللي عنده مسدس إذا ما عرفت انيوليتر راح تكون خيارك الثاني حق لو مثلا في واحد مسافات بعيدة ما قدرت تقضي عليه بالشاتقن مستحيل تجيبه بشاتقن مسافة بعيدة راح يكون عندك انيوليتر وتجيبه وانت مرتاح فتقريبا كده شباب وصلني هاية الفيديو أتمنى عجبكم واستفدتم منه تجرب كلاس ستاب وعطنا رايك في الكومنت تحت وإذا ما عجبك تجربتم ما عجبك عطنا ليش ما عجبك وعطنا عيوبه حق نقدر نحاول نطور فيه ونسوي كلاس ستاب ثاني أفضل منه فطبعا إذا عندك سلاح ثاني تحس الناس مو مهتم فيه وتابين نسوي فيه كلاس ستاب غير الأسلحة المعتادة مثلا من اوور و الفيسبر وdriveなる البي ام بي هادالناس الاغلب تلعب في هادالسلحة عطنا رايك في الكومنت تحت أشون السلاح اللي تبي وإن شاء الله ما نقصر معاكم واجيبلكم السلاح اللي تابينه فزي ما قلتو لكم عطنا رايك في الكومنت تحت وعطنا السلاح اللي تبي إذا كم في بالك شيء وإن شاء الله ما نقصر فلا تنسونا لايك فيه ونشوفكم على آخر فيديو جاي لا تنسونا شارعي يا عيال السلام عليكم